يعلن بحضراتكم مرة أخرى يسمح رفني ونوارني الصديق العزيز محمود شاكر ونحلل لوقتي مباراة الأهلي ومودرني فيوتشر إزاي تفوق النادي الأهلي على مدار المباراة باستثناء شوية وقت كده كان فيه شوية تكسل بس الأول أقول لكم تصريحات مارسل كولر بعد المباراة عشان فيها كلام كتير عن أنطوني مودست تحديدا الأول قال المباراة صارت بسيناريو لم يكن من المفترض أن تصل لي لأننا كنا متفوقين وفجأة انقلبت الأوضاع قال الأهم بالنسبة لي أن أنطوني مودست وكريم فؤاد سجله لأنهم لعبين جيدين جدا وكان مهم جدا أن هم يسجلوا النهاردة وقال أن مودست لعب كبير جدا ومن أفضل ما اللاعبوا به الدوريات الأوروبية وأصق به ورهاني عليه كبير جدا الفترة اللي فاتت كان غير موفق لأسباب خارجة عن إرادته لكنه كان محتاج لبعض الجهازات ولما بقى جاهز تعرض للإصابة بفيروس كورونا وعطرته ثم أصبح في حالة جيدة وتعرض بعد كده للطرد أمام اتحاد جدة ومن وجهة نظري الطرد ما كانش يستحقه قال مودست كان يحتاج للفرصة للتعبير عن نفسه أي شخص يفهم في الكرة سيعرف أنه لديه لمسة مختلفة هروح لمحمود في الجملة دي لديه لمسة مختلفة وقال سعيد جدا لهدفه وصناعة الهدف الرابع وبالتالي هو اللاعب جيد جدا وسنعتمد عليه في الفترة المقبلة بشكل كبير وأريد أن أبني عليه أو أن أبني على ما قدمه في مباراة اليوم وقال كان فيه ضغط كبير علينا في الفترة اللي فاتت من إقامة في فنادق وصفر في دول مختلفة ومعزولين تماما عن أصدقائنا وعائلتنا دي كلها كمان ظروف صعبة جدا طيب أولا ناخد من تصريحات مارس الكولر أن أنتوني مودست مكمل خد بالك الأهل مش يلعب خلاص مباريات لحد شهر فبراير وبالتالي لو هيخد قرار برحيل مودست في يناير ما كانش هيقول مارس الكولر الكلمتين دول قال أنه هيبني عليه الفترة اللي جاي هو هيبني على اللي حصل النهاردة وقال أنه هو عنده ريهان كبير على أنتوني مودست فدي رسالة ما بين السطور أن مودست مكمل مع النادي الأهلي لنهاية الموسم جملة كمان أنا مقيدها رغم أن أنا من الناس اللي كتير انتقدت مودست وما زلت لسه ما قدمش حاجة لشان جاب يجولي النهاردة خلاص بقى مهاجم عظيم بس وفعل مودست عنده لمساء في الكرة مختلفة تحرك مختلف بس عنده مشاكل في الحالة البدنية ما بيعافش يلف حتى ما بيعافش يلف بالكرة ما بيعافش يستلم مش جاهز ما زال مش جاهز بس تحس كده اللي هو إيه اللي هو لعيب ما هو تحس إيه ما هو راجد كان بيعاف دور تمود يعني برضو ما أنا مش محتاج إيه مش محتاج أقول إنه هو كان لعب كويس في أوروبا كان مهدف كل إنه كانت تاني هدفين دا والألماني فأكيد لعب كويس